مخاطر هذه القنابل وهذه الأسلحة المحظورة وهيج الرأي العام الدولي لكن فرنسا رغم هذه واصلت في جرائمها القاسية في هذه المنطقة عمي خليفي بنوا أنتما قمتوا بالمعركة هنا معركة تمزي تعد من أهم المعركة لماذا هي أهم المعركة تمزي معركة تمزي معركة عظيمة سياسية لأنه المعركة هذه كان العدو كان باللي يقضي إلى جيش الوطني الشعبي جيش التحرير وكان محضر بالقوات التي يقضي إليها بالصح وكانت سياسة مفاوضات تعد الثورة كانت تبدأ وتخسر كان يتنو ويقضوا على الجيش هذا ويقول لك كانت للجنرالات وهديك وكانت هذه المعركة كانت قاضية عليهم كامل خطر وكانت تطمع انتاء باش يدو أي معركة والله يربحهم معركة كانت قطع ألياس هذه هي المعركة اللي خلاص لمستهوى الجزائر طبعاً لمستهوى الجزائر قطعتهم ألياس أنا حضرت في ٣٣٣ معركة كان معركة اللي لديك جبال هذو كل هذو جبال هذو رأينا كان جبال هذا المنطيقان تعال عين صفرة وانت تعالى صهور هذو حتى البشار حتى البلو كانت قايم معارك هذا سموه جبال هذا سموه جبال جبال النار جبال النار سميتهم فراثة طبعاً كانت فراثة كدار تركت الجبل هذا أمذي كامل من شماله لذلك الآلاف انتع طيارة ودبابات والمدفاع جاء دايرة بالجبل من يخو حتى البلو حرط حتى اللي كيقوله هناك قلب الجبل وحتى منه همين همين كانت الجبل كل باش حتى واحد ما يخرج منه بسطح ما قدرش خسرت هذه هي جاو المعركة هذو المعركة هذي قلت لك نهار ثاني نهار ثاني هذي المعركة في بلطة سويريج بني لانتع دارت المعركة هذي هذي ما قدرش خرجوهم هذي كياب دات حرقتهم ماتوا شيفان كوباني الجيلالي والدوباني ماتوا غايحوا دباطهم واه جاء هرسانهم وماتوا قلت له ماتوا واحد يقول لها قلت له بوترفاتا ماتوا كانت في عرعارات جايكوا واحد يقول خبرني واحد جلدين بعد من شائل الدفن قلت له هاهو قوين قلت له هاهو قلت له هاهو قلت له قلت له هاهو قلت له كانت النار قلت له بلد كامل وماتوا سويريج وماتوا سويريج وكملت هوا هذيك حصرتهم الجيش هذيك هو بدأ منين حرقتهم بدأ كان يخرج لها خرجو هذيك هما جمع حصرتهم هذيك و الجبل كان من هذيك وكانت شو ضربت بكلتها الطيارة قامت 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 منين يضرب لها تيري يتطلع قلت جيبت كانت معركة بسحر الجال قلت له ما كانت كانت كل واحد تعمل وكل اليوم نرى قامت وغيرا فرانسا قامل قطعوا الجال قطعوا الجال معركة ثانية اشتغلت ثانية كاتبة ثانية لكتنا فيها هذيك عبريشان اثناء وللوحدة بدأت معركة كاملة جيتنا تقصال البيبتانسيس وزور تكسو نحن هاذه؟ ماذا؟ دا تأس كوبتيراس كانوا كوبتيرات سبع كوبتيرات دوجهم كانوا حارقين كانوا كاركسيوه في وصله كانت واحدة حارقة والجاكوار والسيراء الدنيا كانت خاطئ قالوا للناس قالوا يدفعوا الجيش يردوه وعود الجيش تحت الخمسة عشية الخمسة عشية البياتات وتغلبتوا عليهم حبتوا البياتات حبتوا البياتات بالصح والذي يدرنا في يوم هذا صوت قالوا يجا والذي كان يقول لها خيادة تتفرجوا خرج منهم واحدة ضابط والمفتدس والذي يدفعوا قلت لك دار مننا دار مننا كبكته رجل والذي يدفعوا وقالوا يدفعوا وقالوا ماليين قبلوا وقالوا كان مع المحبيث كيقولها في الطاقسية مشافية انظره في اير ومعاه جمعته الضباط مشا يتفقد المعركة الموتى اللي جابوهم في قلب الجبل مشا ذك ساو والمحبيث خلي اللي كان معاه كيقولها الميلو الآخر محبوث كان نكمل المعركة كان محبوث مشا في هذك الاخرين تقلوا جمالي ويتيم لقم هذو الكبار بيه في اصحابه بيه كل شحره خلاص عمي بنواء خلاص خرجنا من المعركة ثمزي وانتصرنا على فرنسا انتصرنا كامل بارك الله فيك صحي صحي كان مياه واحد يعني اللي اللي تشهدت تشهدت كل فرنسا في المعركة كان 46 واحد كان فيها صحيح فيها المحروف كان في 72 واحد خرجنا هامبليسيا وهذه كل هذه المعركة واستمرت المعركة حتى تحصلت الجزائر على الاستقلال في 62 قاطع لي وكانت مثل كل الجبال عمي طيب عمي بنواء كان نهدر قاما نكملش عمي طيب بسخن يعني ومليح هذه الشهادات هذه ممكن نستغلها يعني في برامج أخرى من الناحية الميدانية هي معركة سياسية من الناحية السياسية أو الأكاديمية هي أيضا معركة سياسية هي أصلها معركة سياسية لأن الظرف الذي حدثت فيه هذه المعركة كانت مفاوضات وكان يعيش جيش التحريد نوع منه يعني يحتاج في الداخل إلى نوع من الدعم العسكري فبهذا الاستخدام الوحشي والفاضيع لقنابي النابطالم من طرف سلوة الاستعمارية الذي أحرق الشجرة والحجرة والبشر أكثر من 75 شهيد محرق بالنابطالم من 101 شهيد إذا اتفقنا على العدد 101 هناك من يقول 111 شهيد ومن بينها 75 محرق بالنابطالم يعني تقول الشهادات أن رفاة شهدائنا الأبرار كانت تترامى مع الأجراب وهي مشتعلة بالنابطالم فكانت فضاعة فهنا انهزام هزيمة أخرى وهي خرق للقانون الدولي وخرق للأعراف الدولية ويعني فهزيمتان دون الهزيمة العسكرية في اليوم الأول بعد الكامين حوالي أكثر من 300 ضحية بين قتيل وجريح بصفوف الفرنسيين خاصة في اليوم الثاني كانت قاسية جداً إذن هي معركة سياسية بانتياز عمي سليمان إنت لو رجعنا إلى سنة ستين ويش كنت لازم تدير؟ ستين دركة هيا نرجع لسنة ستين ستين في المعركة هذه معركة تمزي كون نولوليها ويش تدير يعني دركة كون ندير تعاود ترفض السلاح وتواصل الكفاح؟ حيّا ما أكلم عندي من الأخرى بما لينا ذهرها ذهر بحنا نحن نغال ولينا نجي قائل شير وحامل ونضربها هذه هي إذن أنت ما زالك مصمم على نفس المسيرة اللي كنت فيها في سنة ستين وهذا وهذا من الإيمان والإخلاص للوطن هذا هكذا هكذا كمّل وش؟ كمّل لنا بدينا معنا كمّل لنا ما شديك هاي ما أحب ما عليش ما عليش ما عليش عمي الطيب من دودا اختم مننا الموضوع هي في الحقيقة شماعة ما كانوش في غير كان في هالي جيسبيون ديزيرسيون من جنيين بولزك كان هناك سجن سبنيولي وألماني وهذا الألماني هذك سبنيولي يستشهد في حضرت المقيل وهذا الألماني وكلنا نسمينها عبد الله وصل إلى أسبيران في جيش الوطني في جيش تحرير الوطني أسبيران كان يدبير رسائل ويضعها في السلك كان شاب سكسيون يضعها في السلك الفرنسا يعني يجيسبيون ما؟ ما؟ هي اللي كانت تعثرة لأن بعض الكتاب بشي قطعوه كانوا يريف زي ما يقطعوه ما؟ وللين موريس كانت جهنامة خمسين عالف لقم في 20 كيلومتر أنا عنواء العلقام الكهرباء عادة التجسسوس تحت الحمرة العضواء الكشيفة العلقام صنع أمريكي البرسونال العلقام متاع الجماعة يعني كانت الخط الترطيلي الشفكة العرضية لدينا 12 مترا وكانت في الوريش أعلى فبغال بطل بارك الله فيك مشاهدي الكرام مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج إذن بدوري نقول بأن جبل المزي كانت بمثابة المكان الذي آخى بين المجاهدين من كل مناطق الوطن آخى بينهم وبين أهل المنطقة وصوبوا بندقيتهم نحو العدو وأخرجوا الاستدمار بكل الطرق وانتصروا على الاستعمار وتحصلوا على الاستقلال إذن مشاهدي الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج أشكر الفرقة التقنية المتنقلة للمحط الجهوي لبشار على ما قدمت من عمل تقني رائع وعلى رأسهم المخرج سمير فوحال لتعب معنا في إنجاز هذه الحصة كما أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد وخاصة والي ولاية النعامة السيد دراجي بوزيان وأخص بالذكر والشكر إلى المجلس الشعبي البلدي لبلدية جنين بورزق وعلى رأسهم رئيس المجلس السي عبدالقدر دحاني يعني قدم لنا كل المساعدات وستهلنا كل الأمور لإنجاز هذه البرنامج فهو مشكور إلى النخاع كما أشكر بقية الأعضاء المجلس الذي كانوا معه وفي النهاية أشكر قطاع أو القيادة العسكرية التي وفرت لنا الحماية والتسهيلات لإنجاز هذا البرنامج مشاهدي الكرام إلى عدد آخر من برنامج لقاء الذاكرة إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى 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 عبد المجيد تبون وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تنظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج